موسيقى موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الأحد 27 كنون الأول تقرير من أجواء العيد رح منكون على موعد معها أما ضيفتنا لليوم فهي كاتية حرب لنحكي معها أكتر عن معاني عيد الميلاد ونسمع منها كمانة ترانيم خاصة بها المنسبة ولكن قبل ما نبلش بكل التفاصيل حلقتنا مثل العادم نبلشها مع اتصالنا مع مصلحة الأسرات الجوية والأستاذ ويسام أبو خشفي معنا على الخط ليعطينا تفاصيل عن طأس يوم الأحد وكيف رح بيكون خلال الأسبوع أستاذ ويسام صباح الخير صباح نور للك لكل مشاهدين كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله شو كيف رح نختم هالسنة؟ يعني مثل ما قلت لجوال مبارع هي أعلى رأس سنة في عنا شي ب30 متوقعين كنتوا صح؟ الشي القوي يعني بعد صهرة رأس سنة بعد صهرة رأس السنة ببالي الشغل القوي أوكي يعني من هلأ نحنا على استقرار هالأيام اللي جاية لا يعني عنا شتي خفيفة من قار الأربع ببالي الشتي من الأربع يعني أوكي لكن بالحق العامة بالطأس مستقر مكفي معنا هاليومين أوكي بيبلش بالتقلب من مساء الثلاثة فينا نقول أمطار خفيفة مناطق جنوبية بتكفن هالأربع كمان بشكل خفيف نعم على أنهم ترقبين وصول منخفض نحن سمينا نحن فلاديمير من هلأ أوكي بيوصل جمعة الصبح يعني أوكي أول سنة جديدة بأول ستعاش طيب بل معه أكيد سلوج وأمطار أصلا حلة يعني نحن نطرين السلوج يعني نعم أوكي بس بالنسبة للتفاصيل عن تقس اليوم درجات الحرارة قدير رح بتكون نعم درجات الحرارة لليوم عم تتروع على الساحل من 9 إلى 22 درجة فوق جبال من 6 إلى 17 بالأرز من 1 إلى 9 درجات بربعة من 1 إلى 15 درجة نعم هيدا كل شي بالنسبة لل شكرا لك أستاذ ويسام نتمنى لك نهار أحد حلو جوال صباح الخير صباح الخير بيارات لألك المشاهدين اللي عم يتابعونا جولي سريع على أبرز ما كاتبته الصحف الأليلية اللي بتصدر اليوم ببيروت الأحد 27 كانون الأول ونبدأ اليوم مع نوين صحيفة الحياة تريليون دولار خسائر منتجي النفط والمستثمرين البرميل تراجع 40 دولارا في عام أسود وأوباك تحدثت عن مبالغ ضخمة لتطوير المنابع حول العالم مفاوضات جوناف في 25 الشهر المقبل وفيتو من موسكو ودمشق على مشاركة فصائل إسلامية وتعصر اتفاق نقل عناصر داعش جيش الإسلام يواجه تحدي البقاء البغداد يحاول طمأنة مقاتليه ويتوعد المشاركين في قتال داعش وحدات لمكافحة الإرهاب على تخوم الشواطئ الروسية بوتيني ودع السنة بغرف عمليات حربية التحالف يقصف مدرعات في صعدة حاولت الاعتداء على السعودية الجيش العراقي على بعد مئات الأمطار من المجمع الحكومي الدمار يمنع عودة الحياة إلى الرمادي وبعنوان أخير في الحياة استبعد تشكيل لائحة واحدة للأصوليين الإيرانيين تقنية للإصلاحيين في ترشيحات الانتخابات من الحياة نتبع جولتنا مع نوين المستقبل إسرائيل تتعامل بجدية مع التهديد وتلوح بألفين وستة ثانية مرتاحة لاتصالاتها غير المحدودة وللحوار الصادق جدا مع روسيا بصبوس للمستقبل إجراءات لمواكبة رأس السنة تعثر إخراج أربعة ألاف محاصر من جنوب دمشق خليفة علوش ماضونة في محاربة الأسد إردوغان رفضنا الانضمام إلى حلف روسيا وإيران حزب الله وإسرائيل يتجنبان اختراق قواعد الاشتباك تراشق بين حرب وجمبلات المعارك تستعر بقلب الرمادي والبغدادي يقر بهزائم داعش مصرع الحارس الشخصي لإمام جمعة طهران في سوريا السستاني يدعو للإفراج عن القطريين المخطفين وبقلم بول شاول مقالي اليوم بعنوان أنا القيصر أنا السلطان أنا نابوليون وبالذكرة سنتين على غياب الشهيد محمد شطح عدت مقالات اليوم بصحيفة المستقبل مع صورة رئيسية تصدرت الصفحة الأولى نختار منها المقالات وبقلم ريا حسن مطلع اللي كتبته وبتقول باغتيال محمد شطح افتقد لبنان رجلا مميزا كان شهيد محمد شطح يتمتع بكفاءة استثنائية وعقل منفتح ومتقدم ومعرفة عميقة وتجربة واسعة إضافة إلى أخلاق دمثاء كان يؤمن بالحوار والانفتاح وهو أمر أكسبه احترام الخصم كما الحليف إذن مثل ما كتبت الوزيرة سيب أريا الحسن بتختم المقال وبتقول إن محمد شطح وباس الفليحان كان بالنسبة لي وبكل تواضع الوجهين في مسيرتي كما كان صديقين تركا بصمة كبيرة في حياة المهنية والشخصية وأنا أشكرهما على مرورهما في حياتي أيضا من مقالاتي الوزير من المقالاتي اللي نشرت بصحيفة المستقبل الوزير سيب جهاد أزعور أيضا كتب في صباح يوم مشرق دو انفجار كبير في وسط بيروت التنوع والانفتاح رحل محمد شطح سلاقته يد الغدر والإجرام من قلب لبنان في عملية اغتيال بشعة وجبانة نعم كان محمد شطح رجل مبادئ وطنية صافية لا يساوم عليها ولا يفرط بها إن كان من عرف محمد شطح وعمل معه أو حاوره يجمع على صلابة مبادئه وإن كان مرينا في التعاطي فهو يوقن التناقضات التي يعيشها لبنان لكنه لا يساوم على المبادئ للوصول إلى تسوية لا يخاف محمد العمل على نسج جسور التواصل والانفتاح على الآخر لكنه يبقى واضحا في مقاربته ومبادئه هل يعقل أن يغتال إنسان من هذا المعدن ويتمتع بهذه الصفات هل من المقبول أن نبقى عاجزين عن حماية الأحرار في لبنان وغير آبهين عن معرفة من قتلهم ومعاقبتهم للحفاظ على الوطن وحماية الديمقراطية فلن يكون ذكر محمد شطح مؤبدا ومسيرته منارة لأجيال طامحة إلى بناء وطن أفضل طبعا مقالات كثيرة اليوم بصحيفة المستقبل بذكرى اغتيال الشهيد محمد شطح منهم لمروان حمادة محفظ الألقاب سامي حداد مازن سويد تفيق الهندي نينا شطح أيضا ومقالات أخرى من تابع من المستقبل مع الشرق الأوسط وفي عنوينا خلاف المهندس والعامري يهدد بشق ميليشيات الحشد الشعبي طهران تتدخل لاحتواء الوضع ومعارك شرسة وسط الرمادي أكد أنه لا حاجة للتفاوض مع الحثيين من دون إتمام بناء الثقة المخلافي للشرق الأوسط 70% من أرض اليمن تحت سيطرة الشرعية جيش الإسلام لشرق الأوسط الاستهداف الروسي لعلوش قوض الحل السياسي 25 يناير موعدا لجناف تليت السوري وتحذير من تصفيات مقبلة وبعنوان أخير في الشرق الأوسط فجاء الجميع عندما انتزع ألقاب الوزن الثقيل وأثار الجدل بتصريحاته النارية الملاكم تايسون فيوري في نزال مع العالم وهيك مع هالعنوان من الشرق الأوسط نكون وصلنا لختم جولتنا على العناوين السياسية بالصحف يلي صدرت اليوم ببيروت ورح منتابع مع أول تأرير دايما عطلة الميلاد بتحمل مع أجواء من الفرح والتلاقي والعيد مناسبة لكسر الحواجز والخلافات السياسية الضيئة بهالإطار ولسنة تانية على التوالي وبدعوة من الهيئات الطلابية المدعومة من مصلحة الطلاب بالقوات اللبنانية اجتمعوا أكتر من 4500 طالب من كافة الجامعات اللبنانية بحفل عشا خيري أحيو الفنانين هيفا وهبي ووائل كفوري تفاصيل أكتر عن الحضور يلي تميز بحضور مفاجئ لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ونائب ستريدة جعجع منتابعوا بهالتقرير بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وعيد المولد النبوي اجتمعت الأديان بين بعضها وحلت الفرحة بقلوب الناس وكترة الأعمال والنشاطات الخيرية وآخرة كانت حفلة موسيقية استثنائية جمعت اسمين من أهم الأسماء بالعالم العربي ومسية جمعت أكتر من 4500 شخص حضروا خصيصا بدعوة من الهيئات الطلابية المدعومة من مصلحة الطلاب بالقوات اللبنانية هيفا وهبي ووائل كفوري كانوا النجمين اللي أحيوها العشا الخيري اللي راح رايعوا لمجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية اللي بتكافح قافة المخدرات وبتقدم العلاج لكل المدمنين عليهم موسيقى 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 مبينا اليوم هالالتزام الكبير من الطلاب بلبنان كرمال هيدا النشاط كرمال هيدا الحملة لان عن جد عم نحكي يعني بي تيكتس من كل انواع عم نحكي في أخمام بها الإيفنت كتر حلو هاتين السنة بيجي عليه أنا صرت قمتر للإيفنت من سنة لأسنة لأنه عن جد من ناحية التنظيم من ناحية الكلاصة الع تاسا اللي عم يجو شي كتر حلو بميزو عن خاره للإيفنت انوا البروف Ruth رايح لكوز معينى الي هي محاربة المخدرات وهي هيى محاربة المخدرات لتاني سنة على التوالي نظمت الهيئات الطلابية عشاء الخيرة لقدمته السنة الإعلمية والزميلة جوال فضول بحضور مجموعة كبيرة من السياسيين الإعلميين وعدد كبير من الشخصيات الرائدة بالمجتمع اللبناني وأما المفاجأة الكبرى فكانت حضور رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامير جعجع وعقيلتو ستريدا لأطلوا فجأة على الحضور بوسط الأمس الإفاند أول شيء كتير حلو أكيد ما بعرف يمكن صورته وشفته قديش أول شيء في عالم أنا كتير فجأت بعدد العالم الموجود بالتنظيم برافو شابوبا وحلو أنه نحتفل نحن هنا بفترة العيد يعني على القليلة نفرح ونتسلع وننبصف أنه بيكفينا هموم وكمان بدي أقول أنه ترقاد بكرة كلها بره مسكرة خيالة در أي درجة يعني الإفاند على قد مهمة هون وبدأ أقول ميلاد مجيد وتنكيو ويشوفك معايا ويقول لك إذا يا أبوك لأشوفك معايا يا حبيبي أمسة The Christmas reunion 2 اللي جمعت بأمسة وحدة الفنانة هيفا وهبة واق الكفورة عاسفة الكمان ديفانيسا ومصلحة طلاب القوات اللبنينية تمكنت بالاحتفال بمعنى الحقيقة للعيد بمكافحة مرض الإدمان على المخدرات تبغني ومبيزلاني حتى يحن ويكشاني ميا وملي وداني بنادي ليهمت السرحة تكفيتها على المخدرات ومقطع يولي وقدرات فيه وطاع ونبويا ولا عمي مصر المسبر وعمل يلي واهدي وعاها ضفاني وحمل يلي واهدي اشتركوا في القناة